السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بي حضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برناملكم اليومي الكورة على وصولها مع احمد امين حلقة السبت اربعة اثناشر الفين واحد وعشرين وفي البداية بشكر كل الاهتم ويسأل علي او حطي لي كومنت او بعاتي ميسج يتطمن علي ان اخذ دور صعب شوية وبسألكم الدعاء وبسألكم يعني بقول لكم يعني عوضوا مرضاكم يعني زوروا مرضاكم برشي السوشيا ميديا اما تعرفوا ان حد تعبان روحوا زوروه مش مهم ان تاخد له معاك حدا في يدك وانت رايح بس روحوا زوروه ده بيقوي عنده بيحسن روحه المعنوية ونفسيته بيساعد في شفاقه وعلاجه السريع واللي خايف من العدوة او كورونا على الاقل اتصل به في التلفون سمعه صدق خليه حس ان انت معاه وجنبه انما حتة ان انت كلها كومنتات انا مفيش اي حد كلمي حتى قريب الدرجة الاولى فبس عايز اقول لكم طبعا بس سناق بس سناق ابو يا ومي يعني ربنا بيوم الصحة فبلاش السوشال ميديا السوشال ميديا غربت تخرب وهتخرب حياتنا وهتدمرها اكتر من هي خربانهم اتدمر طبعا هبنبتدي بفقرتنا الاولى فقرة اضحك مع الحكشة وعنوانها حي حي الحكم ميت ولا حي بالامس الاخ اللي هو رأس شعطين الانس زي مقباليسة الجن عاشق الاحمر والاسود الشيطان الاكبر الاعظم شوشو كان منزل بوسني كده بيقول فيه ان مات كونجير حكما للقاء مصر والسودان في بطولة العرب بطولة الامم العربية او الامم العربية فعندنا في الوقت ناقد رياضي فحلم تقول الرياضة ناقد كبير ولي اسمه سمع من الناس الكبيرة اللي هي ثقة وليها اهمية وحياتية اسمه اخ عصام شردوت يعني لو قلنا ان هو بفهمش او جاهل بس بيعرف فقره مش امي يعني يعني لما يكون ده خبر ان الرجل ده مات مش هيقول مش هنقول مات كيريجور حكما هنقول مات كيريجور الحكم الذي كان مثلا سأسا انما الخبر بيقول حكما ليه مباراة كذا كذا فانت يعني يعني لو ما بتفهمش كمان اعمى القلب واعمى النظر منتش شايف حتى مش عاد تقرأ مش عاد تعقل الجملة نحو خلوا يباركوا ده نموذج ليه اعلمنا الرياضي في الوخواق اما على طول نازل زي السخونة وقال لك وفات حكم مباراة مصر والسودان وفات وبعد ما الفين من الناس طبعا عاد بتتحقيله التاريع كتير قوي 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 اعتذر وصل الله قرضته يعني وفي النهاية كله سمك لبن طمرهندي يسلم لنا بقى على الترماي وحي حي الحكب مات ولا حي نروح لفقرتنا الثانية فقرة الاخبار خبرنا الاول بيقول البرازيلي كينو فاكرينو لعب بيراميدز لعب الجامد اوي ده اللي كان جابولهم تركي اهل الشيخ لعب بيراميدز السابق بيقود فريقه اتلة كومينيرو البرازيلي للفوز بالدوري البرازيلي للمرة الثانية في تاريخه وكانت المرة الاولى من اديه بقى من خمسين سنة بالتمام والكمال مبروك لكينو وي لاتلتكو مينيرو اخبارنا الثاني بيقول الانجليزي مايكل كاريك بيرفض الاستمرار في الطاقم التدريبي للريد ديفلز الشاطير الحمر مانشستر هونيتد مساعدا للالماني رالف فرانجينيك اللي هو تولى القيادة الفنية للشياطين الحمر وهو طبعا كان مساعد لنرويجي اوليب جونار سولشاير ولما تمت ايقالته قاد الفريق قاد مانشستر هونيتد في ثلاثة مبارايات مباراة دوري ابطال اوروبا فاز بيها ومباراتين في الدوري تعادل في مباراة صعبة جدا جدا مع تشيلسي بلوس ستانفورد بريتش في لندن وفي المباراة الثانية فاز بهذه المباراة بالامس ولكن طبعا هو رفض الاستمرار في الادارة الفنية خبرنا الاخير خبر غريب ومفاجئ وممكن يكون صادم بعض الناس ولكن هنتعرف ان قد ايه يا واقواقيين ان هناك فرق الميديا والاعلام الرياضي ما بين دولة زي البرتغال وبين دولة زي الوقواق ان الاعلام البرتغالي او ناقد الرياضي البرتغالي اللي كان له حق التصويت فيه جائزة البروندور او القرى الزهبية بتاعت مجالة فرنس فوتبول اللي تود بها الارجنتيلي ليوني الميسي اللي بيختار خمس لاعبين بالترتيب طبعا بذكر كده كلكم انتم غمضين هتقولوا رقم واحد اللي بدا له طبعا في التصويته بختار خمسة قد رقم واحد طبعا الدون كريستيان رونالدو البرتغالي برادياته المفاجأة الصادمة ان هو بقى ايه لم يختار رونالدو من الخمسة خالص وده لي نقوله كانت واحد وده كمان لمحمد صلاح خمسة رقم خمسة تخيلوا ومداش ليه ابن بلده البرتغالي الدون كريستيان رونالدو سيار سيفن اللي هو عغم ذلك دخل في المكتبة السادسة ومحمد صلاح جي وراء سابع عشان الناس برس اللي بتقول تحيز وعنصرية والكلام اللي ملوش لازمه نروح لفقرتنا الثالثة والاخيرة فقرة المباريات النتائج والارقام والتحريف وحنبدأ كما تعودنا بدولي كامل العدد دولي المتعة والقوة والإصارة والتشويق الدولي انجليزي الممتاز الانجليش بريمير ليج براتنا الاولى ويستهام يونيتد الهامرزة المطارق سنة سنة ده واتشلسي بلوز هدفين دربيا لندن هنالفقيتين دولي من لندن عايز اقولكم فيها ساعات تفاصيل صورة وبسيطة بتحسم نتائج مباريات وضط وضط ولازم المدير الفني يبقى فاهم كمان حتة نفسية او معاه خبير نفسي وديهم جدا حتة الخبير النفسي او المعالج النفسي اللي بفهم النفسيات اللايبة ومين يلعب ومين يلعبش ويلعب امتى ويلعب ازاي وفين فعلى سبيل المثال الحصر يعني من ايه ناخد لايب زي الايطالي من اصل برازيلي جورجينيو اللي هو كابتن وقائد وكابتن وقائد منتخب الاتزولي الايطالي طبعا جورجينيو اتعرض لموقف صعب جدا 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 اللي هو اطاح باضع بربطي جزاء امام سويسرا في وجوده مع منتخب ايطاليا في تصفيات مونديال قطر 2022 مباراة زهابا تصدى لها زمر حارس مارما سويسرا لعبها على شمال وانقاذها مباراة ايابا في ايطاليا ويلعبها على يمينه فوق في السماء وده كان سبب فيه تأهل مباشر لسويسرا للمونديال وزهاب ايطاليا المنتخب الاتزولي الى الملحق اللي ممكن جدا بسببه ان ايطاليا اللي هي جاهة في سكة البرتغال يعني ممكن جدا 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 بالنسبة 50-50 ان ايطاليا للمونديال التاني على التوائل بعد المونديالات روسيا 2018 تريب عن فعاليات المونديال ودي بصدمة صدمة صدمة مش لايطاليا والايطاليين بس ولكن للعالم كله والحشق الساحبة المتديرة كلهم لان ايطاليا فريق قوي وهذه بطولات ايطاليا يا اخواننا اربعة مونديال بالتعادل بالتساوي مع متخب المنشفط الالماني المجانات الالمانية وخلف طبعا السامبا السيديساو البرازيلي بخمسة القابل فطبعا مفاجأة صادمة فممكن جورجينيو هو حاسس بعودة الزنب وحسب المشكلة بتاعته الجمدة فكمان ممكن مؤثر عليه منذ ايام قليلا ان هو كان من اقوى المرشحين ان هو يتوج بالبلوندور اللي اسألين عليها لان هو هي بتتخذ البطولات والانجازات واي انجازات بعد تتويقه مع شيلسي بلوس بويفا تشامبينزيج دولي ابطال اوروبا وبالسوبر الاوروبي وتتويقه مع المنتخب الاتزولي الايطالي اللي هو ممكن يودع كاس العالم بامم اوروبا بالويفا هذا الموسم طبعا في وجود فتاحة وتغلب على انجلترا في انها في ملعب في قلب لندن في انجلترا ممكن دي برضو نفسيا دعباء لذلك الراجل بيعمل حاجات مش طبيعية اقرابها كان لسه في وراء اللي اقول لها لسه تتكلم عليها لها وراء المان يونيتد اللي كان في ملعبهم ملعب تشيلسي بلوس في ستانفورد في لندن الخطأ الفادح اللي عمله وتسبب فيه هدف طبعا في الشهود التاني في ظل الماء تشيلسي يعني مبادل المان يونيتدو نحصره هجمات رهيبة والجون مسألة وقت في الوقت زي دا بيكون انت داخل فيه جون ملك بسهولك جورجينيو فتبتدي المعنويات تنزل والحماس يقلو تبني انت لسه عايز تبني من جيدة عشان تتعادل الاول وده اللي حصل وبعد كده ممكن ان تتحرز الفوز وده اللي حصلش ملحقش يتمكن الفوز وتعادل بصعوبة من ضرب الجزاء كل دي معنويات عملها تتراكم وتستمر ايضا في مبارات اليوم لان برضو وده الليوم نفس القصة تعتبر سهلة ومحسومة لتشيلسي وفقا للأداء نزل برضو تشيلسي فارغ بصراحة وستهام ومحصل ومفيش وجود خالص هجوم الوستهام وهجمات عطول متواصلة واستحوض وسيطرة وكورة جميلة ويتقدم بكورنان يترفع تياجوسيل فالبرازيلي بدماغ ويرشأها قذيفة في الأرض وبنده وتخش على شمال فابيا نيسكي البولندي حارس واستهام يميتد وفي ظل لكل السيطرة وهذا موجود واستهام يميتد برضو نفس غلطة جورجيني وكورة غريبة جدا جدا يقال له الكورة الواحدة مرتاح وفي كذا لقاها بضغط عليه وضغطين على حارس المرمى اللي هو طبعا إدوار منديا الثاني غالي من أحسن حراس المرمى في العالم في هذه الأيام ويرجع له الكورة في ظل هذا الضغط ممكن يطلعها او تيمين او تشمال يطلعها كورنان ويرجع له في مسافة ضيئة جدا بينهم من بعض وإدوار مندي يعني يصلح الغلط بغلط أكبر انه يحاول يحتفظ بالكورة وليس عايز يعني برضو يبقى انه يضغط عليه نوبل اللي كان من نجوم مباراة لعب واستهام ويحاول كان ممكن رغم الضغط برضو يطلعها كورنان يحاول يرقصه بغربة شدة جدا فياخدها منه ويروح للجنب برضو مندي الجباء أو ساعة القدر بيعمل بسط تهور جد بيعمل تاكلينج عليه ويجيب رجله ويحسب بلينتي غريب جدا جدا كان سبب في عودة واستهام بهدف سجيله الارجنتيني لانزيني من ضربة جزاء ويضعها على يمين ادوارد مندي اللي راح في الشمال قبل نهاية الشوت الاول يرجع البروز تاني للتقدم بهدف وانا اروع جملة هجمة كونترا التاك روعة لوفت اسشيك قطع الكورة لقبها ليه النجمينة المغربي حكيم زياش اللي علاقها أوفر حلو جدا جدا لميسون ماونت الانجليزي اللي خدها ضيير عبالها من ضربة جزاء بيمينه على شمال فابينيسكي في الدايقة بتاع تجون رائع رائع تقدم البروز بهدف الهدف وفي الشوت التانية يستمر تفوق وسيادة الكشلسي بلوز دي المباراة ولكن ايضا خطأ دفاعي غريب جدا برضو كورة متنقلة تقطع على حدود منطقة الجزاء تتباص باصة لين ثلاثة توصل ليه نوبل اللي هو تسبب في ضربة الجزاء ويلعبها بيمينه على امين ادوارد مندي من على حدود منطقة الجزاء بجون التعادل به حاجة غريبة جدا برضو سبب العودة كلها اخطاء جورجينيو في الاول وحاول تشيلسي وطبعا يجيله انتكاسة قبل نهاية الشوت الاول يصاد هافارتس بكورة غريبة ويشترك لجاك والغير جاهز بعد رجوع من الاصابة في مداية الشوت الثاني ويشتلسي طول الشوت الثاني بعد الهدف في اول الشوت الثاني ويضيع فرص بالجملة في ظل سوق حظ وفي ظل تقلق فابيانيسكي واندفاع وستهام بشراسة وبقوة ويدافع بالعشر لعيبة وفي نهاية المباراة كورة غريبة وعجيبة لعب وستهام مسواكه تقريبا يرفع كورة من ناحية الشمال او يخلص منها ويعلقها تقوم لف عاملة سورف غريب جدا وادور مندي سرحان وعلى المال ما يفعلها يروح لها تاخد يده وتخش في المقصة على يمينه فدية تقريبا سبعة وتمانين هدف النقاط الثلاسة وهدف هزيمة قاتلة ومدوية لتشيلسي بلوس تفقد الصدارة اللي تقريبا هو معتليها من بداية الموسم وهدفه لي المركز الثالث نروح لي مبارتنا لبعد كده ساوس هامتون هدف برايتون هدف مباراتنا اللي بعد كده وولفر هانتون وولفز أزئاب هدف و لا شيء والريتزي ليفاربول هدف مباراة أيضا اللعب اللي تفصيلا اللي يخصر فريقه اللعب اللي يكسب فريقه المباراة دي برضه تقريبا تسعين ديها نفس السنة هجوم كاسح و ضاغت من الريتزي ليفاربول و كونتر أتاك من غولفر هانتون محتمدين على سرعات رؤول خيمينيز المكسيكي رؤول خيمينيز و الأسباني أدامة ترعوش اللي هو اللعب البادي بيلجين و ليفاربول ضاغت و هجمات غير عادية و ضهع فرص بطريقة غير عادية ولكن كان نقطة برضه الفصل في المباراة دي لعب اسمه قاية نوري لعب صغير عشرين سنة ده بك شمال لولفر هانتون لعب على مين بقى بلعب على محمد صلاح اللي راني يمين و معاه ترينت أليكساندر أرمون ولا تشاب بصوار كده و اسمه أليكده عمل مباراة عمود و قفة اللي اتجابها دي بلوك بطاقة مفتاح قدام الاتنين الثواريخ العطماء القضاء و فضل طول البراء على هذه الوتيرة ولكن تأتي الريح من التشريح السفن انه يصاب و يصاب قبل نهاية المباراة حول 85 و يتحمل على نفسه ولكن يخرج فيه ديئة 93 والحكم حسب خمس دقائق و في ديئة 94 يأتي الهدف عن طريق مين برضه سبحان الله الرجل اللاعب برضو بصوا اللاعب 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 ده لعب جورجينيو عمل فارق قصر تشيلسي مبارتين ده لعب عمل فارق اللي هو آية نوري عمل فارق يعني أفل على الليفربول جمهته النارية ولاعب ثاني بقى اسمه البلجيكي سيرجي أوريجي اللي اشترك في هذه المباراة كبديل تقريبا قبل النهاية بربع ساعة و نزل حرك المياه الركض الركض أو شك الخطورة لأنه بنزوله محمد صلاح كان رامي نفسه في القلب بيلعب الشادو سترايك المهاجم الوهمي و عشان كده مش على طول حتي تشادو سترايك المهاجم الوهمي دي بتنجح لازم بقى احيانا فيه مهاجم صريح بنزوله خلخ الدفاع الولفر و يجعل صلاح يروح على اليمين يسند مع ألكساندر أرنولد و هو الكون في هذه الجملة الرجل المجمد اللي حمد على و عفن على دكة البودلاء رغم انه هو و كل ما بينزل يصنع الفارق و كان سبب قوهم جدا في التتويج الريفزي بالتشامبيونزليك من كم سنة ولاعب ما بيقولش لا ولاعب مستوعلي جدا و هو يجب قناس في أدى أطبع وتسعين وبعد خروج آية نوري كرة تلاب طويلة يسحبها صلاح يضحك على اللعابة للنزل جديد و ياخدها من ناحية اليمين و يخش بها و يلعبها عرضية يستلمها سيرجي أوريجي بطهب و يخبب لبرة و يلب في نفسه فالجون ما عرفش عمل حاجة غريبة بععد يروح معاه و يجي معاه موقفش في جون و مش عارف ليه رغم ان كان فيه أربع حوالي مدفعين و سيرجي أوريجي يلف و لعبها بقدمه قوية جدا جدا على شمال الحارس اللي ما شفهاش من حركته غريبة مع سيرجي أوريجي لتحصل المباراة برضه بتفصيلة خروج آية نوري و وجود نزول سيرجي أوريجي و هذه المباراة كان فيها حدثة غريبة جدا جدا لديجو جوتا البرتغالي لديجو جوتا البرتغالي عيد ميلاده كان النهاردة و يلعب قدام فريقه السابق و سبب مجده و شهرته الولفر هانتون الولفر الزئاب و في الشروط الثاني يجيله انفراض الكورة طويلة تتعرض على حد اليمين يطلع الحارس و يرتطل بالمدافع و يأخذها ديجو جوتا و يخش المنطقة وهو وجون فاضي وجون فاضي بدون حارس و اتنين مدافعين الاتنين بغباءهم يروحوا على وجون و يسيبوه خالص الامريكين ببساطة او يخش بها جون جوتها قوية جدا فترتطن بصدر احد الاتنين المدافعين يبقى فيها لخط المرمى وترتد خارج المرمى وتضيع هدف تقدم لليفربول في الشروط الثاني وبعدها خرج ديجو جوتا و الهدف ديجو هو بره جديك لعبعة وتسعين و ثلاثة نقط غالية و سمينة جدا لليفربول تخليه يطلع على تشيلسي و يبقى في المرتبة التانية نروح لباراتنا اللي بعد كده نيو كاسل يوميتد هدف و بيرني لا شيء استفاق برنيو كاسل وباراتنا اللي بعد كده اول اخيرة واتفورد هدف و مانشستر سيتي سيتزينز ثلاثة اهداف طبعا لا جديدة يذكر ولا قديمة يعاد فلد مانشستر سيتي خلاص قلنا دي دي الطاحونة الهولندية دي توسينامي كرة القدم الاستحواز اللي يصل لـ 80% الـ 11 لاعب اللي كان لهم 22 لاعب الـ 11 لاعب اللي كلهم كل طبعا بسناء جون ممكن الـ 10 لاعب اللي كلهم يلعبه في كل الملاكس كله يدافع و كله يهاجم و كله يتحرك في كل أنحاء الملعب دوامة متعرفش تلعب معهم أبدا وهذا الفريق ذي ما قلت و هفضل اقول لو عنده برضو سترايكر صريح لأن ساعات المانشستر ستحتاج للسترايكر الصريح من نوحية حاجة كده من نوعية لوكاكو او ليباندوويسكي او هذه النوعية او لويس وارز كان هذا الفريق لا يستطيع اي حتى منتخبات انها تقف تصمد امامه دوامة طبعا المانشستر سيتي و هدف سريع جدا في بداية المراهة الطريقة 4 أسست من رفعه من فيل فودن على رأس رحيم ستيرلينج القصير فلسي اضطر صلب جدا لدماغه على العكسية على الزاوية البعيدة على يمين الحارس حارس طبعا واتفورد و يسجل هدفه الاول في المباراة و بعد كده في نفس الشوت يتقدم المانشستر سيتي بهدف تاني عن طريق برناردو سيلفا من تزديدة من تقريبا من على الخط قوية بعد دربكة داخل منطقة جزاء واتفورد و الهدف الثالث في الشوت الثاني هدف مزيكة من برناردو سيلفا البرتغالي لأحرز الثاني أحرز الثالث الرجل ده بيعزف مزيكة الرجل ده دماغه راية قاوي استنادي و عامل شغلة هلوة قاوي 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 قصد معالج حاجة كده مزيكة حاجة كده ممتعة أكلة دسمة جميلة ياخد كورة ويقطن بها من اليمين و يخش الجوه و بشماله حطات المؤسس بالراحة و براكنة و بمزاج و بعقل في المؤسس بتغرد على يمين حارس واتفورد و قبل النهاية طبعا المباراة بيقلص واتفورد النتيجة بهدف لا يزمن ولا يبني من جوع نروح للدولي الأسباني على العليجة أشبي لي هدف بيا ريال لا شيء البارسا بارشلونة في الكامبينو لا شيء و ريال بيتيس الأندلوسي هدف طبعا بارشلونة يعني يرحموا عايزة قوم نزال و الناس اللي كتعمالها تقول ميسي والبالوندور لا ميسي مش هو الفريق و بارشلونة لا يموت بارشلونة مع الأشبال دي أو الشباب ده أو الصيبيان دي أو العيال دي الموسم الماضي واخد الكوبة دير بيه لاليجة لحد آخر مباراة لو تفتكره و جاي الثمانية وعشرين هدفه و عامل اتنشر اسست مع هذه الأشبال في اللاليجة بس إنما لعيبة يعني قدامها سنين على مطانته كرويا و المصائبة تأتي فراضة أيضا يصاب جافي يصاب جافي اللي هو الشاب الصغير اللي عامل الفارق و يزي المكان وليجي بويج في الشغط الأول و التسعين دقيقة على نفس الواتير قدنا برضو استخواس اللي اللي بيأكلش عيش و فرص تضيع بالجملة روعونا في الفينيش مفيش بقى الناس اللي يخلص و الواحد كانت تفائل خير بيتشابي هيرنانديز اللي قال لك أنا يعني مش هستعتمد تماما على كوتينيو البرازيلي ولا لوك دي يونج الهولندي ولكن بدأ بكوتينيو غريبة جدا لعب منتهي تماما و ليس أمل في وجوه أنا بقولها على سوريتي الخاصة على ضمامتي الشخصية و أيضا لوك دي يونج اللي أشركه في الشروط الثاني بعد ما خربت ملطة عشان يجيب التعادل و الهدف بتاع ريال بيتيس جيمين جونتر قتاك تقريبا في ديئة 75 من قبل نص الملعب كرة تلاها باللاعب ينفرد من قبل نص الملعب مغطرة عشان ما فيش أفسير و يخش لوحده خالص و يجري يلحقه فرينكي دي يونج اللي مستوى نازل جدا و يرقصه بالليموت كنترول و يبعطه يشتري علبة شاي أم محمد و يخش بالكورة و يلعبها أسست اللاعب وأسست اللاعب ده الأسست اللاعب الثاني و الأخ سيرجينيو ديست الباك اليميني اللي هو دفاعيا منتهي ولا لي فيها و اللاعب الثاني ده وقت يحطها يركنها على شمال مارك أندري تيلشتيجن بمنتهى السهولة والثلاثة هدف سهل جدا جدا تأسيما والله و الأخ من في استباي الهولندي مش عارف يرقص واحد على واحد خالص ولا عارف يعمل أي حاجة و بعد الهدف تيجي لي المغربي اللي هو عبدالصمت الزنزوني ده كورة برضو تلعب له بالعرض و قطع الآيم البعيد و الواحده خالص وفيش حد يحطه بسهولة حطها بره الآيم اليمين لحارس ريال بيتيس و يتردي أداء رهيب و يقال برصة يعني حتى معتقد لن يحقق مركز يسمع له بالتوود في الشامبيونزيج ويفا الشامبيونزيج الموسم القادم بالإضافة أنه غالبا سيود على الشامبيونزيج هذا الموسم و ينتقل إلى الويفا يوروباليج الدولي الأوروبي أدلتكو مادريد في واندا مترو بيليتانو معقله كله بيساعد الميرينجي ريال مادريد اللي وقت شكله هيعسم العليجة بدري أو يستنادي قبل نهاية المسابقة يطبيه عدد كبير من الجوالات هدف وريال مايوركا هدفين رغم تقدم أتلتكو مادريد بهدف في دقيقة 60 إنما يعود مايوركا بهدفين ويقتل أتلتكو مادريد وأيضاً اللي كان في أمل شوية اللي كان متفوق جداً جداً ولم يهزى هو الأبرى على أرضه ريال سوسيداد أرباسكي لاشئ وريال مادريد الميرينجي الملكي هدفين مباراة شاهد بردو نوبة دورة النفاعة بردو بصوا ظروف المباراة أن كاريم بنزيمة نجم ريال مادريد والمنتخذ الفرنسي وصد في طيقة 18 واشترخ مجد للمنو الصربي لوكا يوبيتش وظن الناس طبعاً أن هجوم ريال مادريد راح وخلاص مافيش أمل في المباراة ولكن الشوت الثاني لوكا يوبيتش البديل اللي جيمد اضطر للنار بردو وحامد بردو وعفن مطغي بردو والما قلنا على سيرجي أوريجي على دكة قلبه دلاء يعمل أسست الهدف الأول لفينيسيو جونيور ريال سوسيداد هدف هاتو خد جوء داخل منطقة الجزاء مبين لوحدهم سيرجي مبين لوكا يوبيتش وفينيسيو جونيور برازيلي وهم فيه عشر لعيدة جوء منطقة الجزاء حاجة صعبة جداً 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 وبعد كده الهدف الثاني تكفل به لوكا يوبيتش نفسه من كورنر ويعبه له كاسيميرو برأسه وهي كميله هو برأسه لحظة خروج الحارس وريال سوسيداد برضو عبهم التعصبية والتصرع والتوتر ودخلوا فيه مشددات مع الحكا وملايبة ريال مدريد وخرجوا بردو بدري مدري وفوز يوسع الفرق بين ريال مدريد وأقرب منافسية أشبيلية في المرجم الثاني لثمانية نقاط كاملة كاملة نسيت أقول لكم كان في الدولة الإنجليزية المنتاز أن وورفر هامتون لو كان التعادل خلص الماتش صفر صفر كان يبقى ثالث مباراة على التوالي يتعدل بدون أهداف واستهام يوميتد اللي فاز على الكروز تشيلسي كان بقاله ثلاثة مباريات لا يحقق للتصر من المفاجئات نوح الدول الإيطالي كوديتو كاريتشون سيرا ايسي ميلان هدفين ساليرينتانا لا شيء ويعتلي الصدارة وايسي روما لا شيء وانتر ناسوناليا وانتر ميلان ثلاثة أهداف ونابولي للأسف شديد هدفين وايطالندا ثلاثة أهداف ويتنازع عن الصدارة لإيسي ميلان نوح الدول الفرنسي الليج آ أوليمبيك مارسيل هدف بريستا هدفين ليلب هدفين وترواء هدف ولونس هدف والبيسي جي بريستان جرمان هدف وبريستان جرمان هدف حظف التعادل في الضقيقة 92 كالعادة انقذ نفسه من الهزيمة الدول الألماني البونيز ليجا أرمينيا بيلفيلد هدف وكالن هدف أوكسبورد هدفين وبوخم ثلاثة أهداف مينز ثلاثة أهداف أولفوس بورد جنشي قموض نهائي ثلاثة أهداف وعند الرقت فورد هدفين وباير ليفاركوزن السباعية وفيه لاعب أحرى السوبر هاتريك والأربعة أهداف وكروتر فورد هدف وبروسيا كلاسيكو ألمانيا النامي بروسيا دورتمون في السيجنال أدوان موضوع النامي بروسيا دورتمون النامي ثلاثة أهداف فوسع الفرق لأربع نقاط كاملة والفرق دي أصداره وبكده تنتهي مباراتنا وتنتهي حلقتنا آسف للإطالة ويا رب تكون الحلقة عجبتكم اللي تعجبوا الحلقة اعمل لايك وشير للحلقة اكتب تعليقك لو عندك أي تعليق أو ملاحظة اشترك في القناة لو مش مشترك وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد السلام ختم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة